التداعيات التي تشهدها الساحة اللبنانية بعد استقالة الرئيس سعد الحريري والتطورات الأخيرة المتصلة بملف مكافحة الفساد في السعودية والتدخلات الإيرانية في المنطقة دفعت الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إلى إفادي وزير خارجيته سامح شكري إلى ست دول عربية جولة شكري التي ستستغرق ثلاثة أيام تتضمن إيصار رسائل من السيسي إلى قادة المملكة العربية السعودية والأردن والإمارات والكويت والبحرين وسلطنة عمان فضلا عن إجراء مباحثات ثنائية مع نظرائه من وزراء الخارجية وأكد بيان لوزارة الخارجية المصرية أن الجولة تأتي في إطار التشاور الدائم بين مصر والأشقاء العرب حول أمرين أولهما ما يشهده المسرح السياسي في لبنان من تطورات والثاني تنامي التحديات المرتبطة بأمن واستقرار المنطقة بشكل عام وأجدد البيان موقف القاهرة ثابت بضرورة الحفاظ على التضامن العربي في مواجهة التحديات المختلفة التي تشهدها المنطقة وتأثيراتها المحتملة على الأمن القومي العربي وعلى ضرورة تجنيب البلاد المزيد من أسباب التوتر أو الاستقطاب وعدم الاستقرار